مشروع ري الجزيرة بأقسامه الثلاثة الشمالي والجنوبي والغربية يعد أحد أكبر مشاريع إرواء الأراضي الزراعية في العراق القسم الأول منه أطلقت المياه فيه من الجهة الغربية من محافظة نينوى بعد إكمال مراهل إنجازه من قبل منظمة الأغذية وزراعة العالمية الفاوى بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والزراعة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ما تم إنجازه من كافة الأعمال لإعادة تأهيل مشروع ري الجزيرة الشمالي لإعادة المياه لحوالي 200 ألف دولوم من الأراضي الزراعية التي كانت تعتمد على هذا المشروع استراتيجي كلفة المشروع بلغت 7 ملايين دولار استثمرات بإعادة صيانة وتشغيل المضخة الرئيسية للمياه والتي تقاوى على أكتف نهر دجلة إضافة إلى إعادة تأهيل وبناء 11 جسرا صغيرا على مشروع ري الجزيرة فضلا عن تأهيل 21 بوابة تتوزع على طول قناة الرئي الرئيسة التي تشق الأراضي الصحراوية القاحلة حتى مشارف قضائس شهر بمسافة تصل إلى أكثر من 100 ألف دون من زراعية المستفيدون من مشروع ري الجزيرة الشمالية هم سكنة القرى والأرياف في مناطق غربي نينوى والذين يزيد عددهم عن 200 ألف مواطن ومن المؤمل أن يسهم هذا المشروع بتحويل المناطق الزراعية على طول الشريط الصحراوية إلى وحة خطراء فلاحون دعوا الحكومة إلى دعم الفلاحين لتمكينهم من إعادة استصلاح أراضيهم الحقيقة هذا اليوم أثلج قلوبنا وقلوب المزارعين كافة نعمل من الحكومة بعد افتتاح هذا المشروع دعم الفلاحين والمزارعين لغرض إدامة الزراعة وتبرز أهمية المشروع الإروائي لدى الحكومة الاتحادية بأنه سيعزز إمدادات المياه لتطوير النظام الرئي وتطوير الزراعة وتحقيق العائد الأمثل لتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي على مستوى نواب شكل خاص والعراق بشكل عام وفق خطة الحكومة النتائج المتواخات من قسمي المشروع الجنوبي والشرقي لا تقل أهمية عن الشمالية كونهما سيسهمان بتحويل مليون دونم من الأراضي الصحراوية إلى وحة خضراء تنعكس إجاباً على اقتصاد البلد وتحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية حيث محمد الحرة محافظة نينوى ترجمة نانسي قنقر